بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من الولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع سلسلة الموت ليست فناء الموضوع دي لدى الحلقة هذه الموت لا تقطع الحياة الدنيا عن الآخرة الموت ما تتقطعش وحنا قد نشوفها بالنسبة لنا الصالحين طيبين بل الموت تتطر واحد تصفية الفكرة دي الموت في الإسلام فكرة ما تتقطعش الحياة عن الآخرة كما تيضل كثير من الناس وتعتبر الموت القيطع تام وفرق كامل بل الموت في الإسلام هو واحد الحاجز هو واحد القنطرة هو واحد الممر ما بين الحياة الدنيا الفانية والآخرة البقية بل بعض دي الألفاظ الشرعية في الوصف دي الموت تشعرك أنه كأنه هناك جوج ديال الضيور وما بينتهم واحد الحاجز واحد القنطرة واحد الممر اللولني هو الدنيا الفانية والممر الأخر هو الآخرة البقية وهذا الممر هذا هو الموت فتي تسمى الموت عند هدو البرزخ واللف ديال البرزخ أعم من القبر فكل ميت سواء التحرق ولا غراق ولا الدنيا فلاسيد ولا مشا ولا هرماد ولا أي حاجة أهل اللغة سيقول لك المعنى ديال البرزخ والحاجز والممر فهما طريق واحد وسبيل واحد متصل اللي رب منهم هو هذا الموت هذا فالموت في الفكرة الإسلامية اللي هي الموت في الفكرة الإسلامية أشبه واحد صفية من سبل المؤمنين الصالحين والمؤمنات الصالحة ما تفاق الصالح دياله فحي تيمشي ويموتوا تيبقى صالح دياله الأعمال دياله الصالحة تتمشي معهم اللي دياله الصالحين تيحقوا ليهم ذاك الشيقاع كله صالح وذاك الشيلي تيفرقه تيفلا لهذا هذا الإنسان ما تيتقطاطعش ويمشي يقوله والديراني ما تصافر تقتاطع لا هذا الشيلي تيفرقه شنو اللي تيفرقه هو الامتلاء الحياتي والثقل ديال الجسد الدنيوي المسؤولية ديال التكاليف اللي تيتسونا عليها هاد شي تتبقى في الدنيا المتاع الصالح كله تيمشيت معهم وخير المتاع الزوجة الصالحة ذرية صالحة العمل صالح لها تتربقى في سورة ستور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء كل ما تعمزيان في الدنيا تيقول لهم هما في الآخرة تيقول لها تربقى في سورة السجنة فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون من أجل هذا الشهادة جاء في الحديث عند مسلم في الصحيح دياله وغيره عن عائشة رضي الله عنها تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فمن ثناء عائشة رضي الله عنها قلت له أكرهية الموت يا رسول الله كون لا تركه الموت هذا صدق في التعبير قال لها ليس كذلك ولكن المؤمن حين تكون في الغرغارة تيطر الشر بالرحمة ديالسي ربي والرضوان دياله والجنة وتيحب اللقاء ديالله عز وجل باش يمشي لذلك شيء لي بان له وما تيبان نشحنا وإن الكافر إذا بشر بعذاب بعذاب الله والصخط دياله سيكره اللقاء ديالله عز وجل وسيكره الله عز وجل اللقاء دياله فحد رواية ديال مسلم عن عائشة رضي الله عنها سيقول فيها الرسول ولكن إذا شخص البصر وحش رجى الصدر وقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك لأحب لقاء الله سيحب الله لقاءه واللي سيكره لقاء الله سيكره الله عز وجل اللقاء دياله هذا هو المعنى ديال الحديث يفسر للخر دياله اللول دياله تبيل المراد باقي الأحاديث المطلقة ديال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والمعنى ديال الأحاديث أن الكراها المعتبرة هي اللي يزكون عن خروج الروح ومتى تقبلش ديك ساعات سوبا عند إيدين يبشر كل إنسان بما هو غادي يمشي ليه وأشل توجد ليه وغادي تكشف لي عند ذلك وتقول لي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فأهل السعادة تحبوا الموت وتبغيوا هاو اللقاء الله باش يتلتقلوا لدك شلي وجدهم سيد ربي سبحانه وتعالى وتحبوا اللقاء دياله وتحب الله عز وجل اللقاء ديالهم تيعطيهم العطاء والكرمة وأهل الشقاء والعياد من الله العقاب من سوء ما ينتقلون إليه وتكره الله اللقاء ديالهم معنته بعدهم على الرحمة دياله والكرمة دياله تتربوا الله سبحانه وتعالى باش يجعلنا جميعا من السعادة والسلام وعليكم وعحمة الله وبركاته